يقول في الصحيفة الثانية والثلاثين وهي أم معاوية عن هند ابن أبي سفيان الذي الذي عنا نشوف الصلعات صلة الموصول الذي قاتل علي ابن أبي طهلب رضي الله عنه وأخذ الخلافة من الحسن ابن علي رضي الله عنهما واستلحق زياد ابن سمية واستخلف على الأمة ابنه يزيد القرود ويزيد الخمور يزيد القرود ويزيد الخمور مشهور كان يلحب بالقردة وخمر 24 ساعة خمر والعياذ بالله قال هذا معاوية هذا أمو وهذا أبو وهذا إيه وهذا معاوية نأتي الآن إلى الصحيفة الرابعة والأربعين نعم وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حشرج ابن نباتة قال حدثني سعيد ابن جهمان قلت لسفينة من سفينة؟ الصحار مولى رسول الله رضي الله عنه هذا اسم حديث سفينة معروف وهذا الحديث رواه بضعة عشر إماما من أمة الحديث ومن آخر من صححه المرحوم الشيخ الألباني قلت لسفينة لا عفوا عفوا هذا حديث صحيح حديث صحيح بلا مثنوية لكن ذاك حديث الخلافة يرميه سفينة أيضا الخلافة بعد ثلاثون هذا تتمته في بعض وهو صحيح قلت لسفينة إن بني أمي يزعمون أن الخلافة فيهم هم خلفاء أيضا هم قال أبكر عمر عثمان علي فقال كذب بني الزرقاء فالصحيح وسوف يأتي هذا كذبت أستاه بني الزرقاء سبه قال كذبت أستاه جمع است كذبت أستاه بني الزرقاء بل هم ملوك من أشر الملوك وأول ملوك معاوية هذا ليس كلام سفينة المحققان لم يبدو وضعها فقط فاصلة هذا خطأ هذا من كلام المقريزي هذا ليس في رواية سفينة المحققان ظن أن هذا من كلام سفينة هذا خطأ طبعا علقتنا هذا هذا الجملة للمقريزي يقول سفينة بل هم ملوك من أشر يعني من شر أصل شر أشر ما في مشكلة ليس لحنا أصل شر أشر وأصل خير أخير فلان خير مفلان أخير مفلان فلان شر مفلان أشر مفلان كلهما صحيح مفصيح بل هم ملوك من أشر الملوك قال المقريزي وأول ملوك معاوية طبعا حولها الملوك الذين وصفوا بما وصفوا الآن فهذا المقريزة رحمة الله تعالى عليه